ننتقل إلى تركيا حيث دعا الرئيس التركي رجب طيب أردغان دعا زعيم المعارضة التركية كمال قرشار أولو إلى العمل على إدراج مسألة الحجاب في دستور البلاد بدل الاكتفاء باقتراح إصدار قانون يضمن عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب جاء ذلك في خطاب القاهو الرئيس التركي خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة وأوضح أردغان أن حكومات حزب العدالة والتنمية أزالت مسألة حظر ارتداء الحجاب التي وصلت إلى مستوى الظلم ذات يوم من أجندة تركيا أضاف أن النص الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى البرلمان كمشروع قانون حول عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب بعيد كل البعد عن حل المشكلة بالطريقة المرغوبة وخطب أردغان زعيم المعارضة قائلا إن كنت صادقا في هذا الطرح تعال لنعمل على إدراج مسألة الحجاب في الدستور بدلا من الاكتفاء بإصدار قانون فالقانون يمكن تغييره بسهولة على عكس الدستور وشكك الرئيس أردغان في مصداقية زعيم المعارضة كريشار أولو قائلا هذا البرلمان شهد في الماضي طرد نائبة من قاعته فقط لأنها دخلت بالحجاب والذين طردوها هم أسلافك موجها الحديث لزعيم المعارضة في الحزب الجمهوري وأكد أردغان أن قضية الحجاب لم تعد مدرجة على أجندة تركيا وذلك بفضل كفاح حكومات حزبه حزب العدالة والتنمية والتدابير التي اتخذها موسيقى